اشتركوا في القناة والمعظم بالجهود الطيبة التي يبدلها معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والكوادر العاملة فيه منوها بأدائهم المتميز وما حققوه من إنجازات في إطار المحافظة على المال العام والتحقق من سلامة ومشروعية أوجه إنفاقه في ظل الحرص على تطبيق أعلى درجات النزاهة والمهنية والشفافية تحقيقا للمصلحة العامة بما يعود بالخير على الوطن والمواطن وأثنى جلالة الملك المعظم رعاه الله على الدور المهم الذي يطلع به ديوان الرقابة المالية والإدارية في أداء مسؤولياته على الوجه الأكمل والحفاظ على استقلالية عمله بما يسهم في تحسين أداء وزارات الدولة ومؤسساتها وضمان الوصول إلى أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة والتوظيف الأمثل لكفة الموارد تحقيقا للمصلحة العامة ومن جهته أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن ما تحقق لديوان الرقابة المالية والإدارية من تطور ونماء منذ إنشائه يأتي بفضل الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها باللدن حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المعظم أيده الله مشيرا إلى أنه استمع إلى توجيهات جلالة الملك المعظم السديدة كما أطلع جلالة الملك المعظم على خطط وبرابج التطوير المستقبلية للديوان كمواصلة الاستثمار في العنصر البشري والتوسع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصا الحديث منها كالترقيق الاستقصائي والتحول الرقمي والاستخدام الفعال للتكنولوجيا اشتركوا في القناة